تقول هذه الحكمة الكلام وليد الطبيعة لكن الصمت وليد الفهم تقول هذه الحكمة إن الكلام وليد الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فطبيعة الإنسان يولد صارخاً ثم بعد ذلك يتعلم الكلام يتعلم أن ينادي أباه أن ينادي أمه أن ينادي إخوانه يتعلم النطق بالأشياء الأساسية في الحياة حتى يصبح متحدثاً حتى يصبح متحدثاً بطبعه أما الصمت فلا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بالفهم يعني بأسلوب آخر إذا افتخر بعض الناس بقدرتهم على الكلام في الوقت المناسب فافتخر عنت بقدرتك على الصمت في الوقت المناسب ليست الرجولة ليست القدرة بكثرة الكلام كثير يحسنون الكلام لكن من هم الذين يحسنون الصمت؟ والله العظيم إن كثيراً من المشاكل التي حصلت في الأسرة حصلت بين الأخ وأخي حصلت حتى بين الدول مشكلتها في كثرة الكلام الأول يتكلم والثاني يرد عليه ثم يرد عليه الأول مرة ثانية ثم تحصل المشكلة مع أنهم لو فهموا وأدركوا معنى أهمية الصمت في الوقت المناسب لا استطعنا أن نقضي على كثير من المشاكل أنا أسألكم هذا السؤال وأقول من هو أفصح الناس؟ من هو أفصح من تكلم باللغة العربية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا عجب في ذلك فالوحي يتنزل عليه هو أفصح من نطق بالضاد هو الذي أوتي جوامع الكلم ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يتكلم معه الشخص يكرر السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب عليه إنما يصمت لماذا؟ لأنه يرى أن الصمت في هذا الوقت أفضل من الرد عليه أو إجابة عليه ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين لا بكثرة الكلام نعم يتحدثون بالخير لكن أحياناً يصمتون أحياناً يسلمون فقط قال الله عز وجل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا قَالُوا سَلَامًا قال الله عز وجل عن المؤمنين وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا إذن تذكر دائماً وأبداً أنه يجب عليك كما تتعلم القدرة على الكلام علم نفسك القدرة على الصمت كما تعلم أولادك القدرة على الكلام علمهم القدرة على الصمت الصمت زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثاراً فلئن ندمت على سكوتك مرةً فلتندمن على الكلام مراراً النبي صلى الله عليه وسلم الشرع الإسلامي لا يقول لك أصمت لا الأصل أن تتكلم لكن تتكلم بالخير تتكلم بما يدخل السرور على الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً هو يدعوك إلى أن تتكلم أو ليصمت إذا لم يكن عندك إلا أن تتكلم بالكلام الباطل أو الكلام الذي يمكن أن يدخل الحزن على الآخرين هنا أقول لك أصمت واسكت تذكروا دائماً وأبداً الكلام وليد الطبيعة والصمت وليد الفهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا أن يوفقنا أن يعافينا جميعاً وأن يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة طابت أيامكم والسلام عليكم أسأل الله سبحانه وتعالى